السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي نواصل مع المحور الثالث Techniques for Solving DC Electric Circuits وننهي اليوم إن شاء الله مع الطريقة الثانية وهي طريقة الماش Current رأينا في الكيز الأول عندما تكون Current Source في محيط الماش الآن لو كانت Current Source مصدر الطيار يأتي بين Two Mashes وليس في محيط الماش كما رأينا في الكيز الأول في هذه الحالة تسمى هنا الماش تسمى Super Mesh يعني وقع دمج الماش الأولى والماش الثانية في ماش واحدة تسمى Super Mesh وفي هذا التقليل من عدد المعادلات نطبق نطبق على مثال عندما تكون Current Source between Two Mashes وقد سميناها Super Mesh Mesh إذن عندي دارة كهربائية فيها ثلاث ماشات هذه الماش الأولى I A هذه الماش الثانية هذا تجاه الدوران وهذه الماش الثالثة سميناها I C الهدف هو استخراج قيمة التيار في الماش A وقيمة التيار في الماش B وقيمة التيار في الماش C أول شيء قبل البداية يجب أن ننظر جيدا إلى السيركت ونلاحظ هنا أنه عندي Current Source between Two Mashes يعني بين الماش A وبين الماش C فماذا نفعل حينها كأن Current Source تحذف ويقع دمج الماش الأولى والماش الثانية لأتحصل على ماش تسمى السوبر ماش هنا المعادلة في السوبر ماش كالآتي عندي هنا الطيار في الماش C هو مع نفس اتجاه Current Source 5 Mp فتأخذ موجب أما الطيار في الماش A فهو عكس اتجاه Current Source وبالتالي أخذ سالب يساوي ماذا يساوي قيمة Current Source وهي 5 Mp الآن عندي الماش B وهي سهلة جدا أول شي ننظر هل عندي Voltage Source ما عندي Voltage Source في هذه الماش B وبالتالي أكتب صفر تساوي كم عندي من مقاوم هنا عندي ثلاث مقاومات هذا المقاوم الأول عشر آم ثلاث آم واثنين آم مجموعة خمستاشر خمستاشر ضارب قيمة التيار في الماش وهو ال-I-B إذن خمستاشر آي بي عندي هنا two branches مشتركة البرانش الأولى فيها مقاوم قيمة ثلاثة آم مشتركة مع من مع الماش A وبالتالي سالب ثلاثة ضارب آي A كذلك عندي في هذه الماش ال-B برانش أخرى مشتركة مع الماش C في هذه البرانش مشتركة تحمل مقاوم كعرة بائق قيمته اثنين اوم وبالتالي عندي السالب اثنين ضارب التيار آي سي لأنه مشتركة مع السي بقي عندي الآن السوبر ماش هنا ألاحظ أنه التيار هنا يخرج من الموجب لكن هنا يخرج من السالب فتكون المعادلة هنا موجب مية سالب خمسين لأنه عندي two voltage source إذا نبترم هذا هو نتيجة وجود مصدر الجود الأول والثاني يساوي ماذا عندي إذن هذه في الأصل مقسمة إلى two mashes الماش ال-A والماش السي في الماش ال-A عندي مقاوم أول ثلاثة ومقاوم ثاني ستة إذن ثلاثة مع ستة تسعة آي آي لأنها موجودة في الماش آي آي كذلك هذه الماش فيها الماش سي وفيها مقاوم مقاوم أربعة آم ومقاوم ستة آم أربعة مع اثنان ساوي ستة موجودين أين في الماش سي وكذلك ألاحظ أنه هذه الماش فيها برانش مشتركة فيها مقاوم في البرانش المشتركة كم فيها من مقاوم اثنان ثلاثة مع اثنان إذن سالب خمسة لاشتراكها مع من مع الماش بي فسالب خمسة آي بي إذن هنا عندي ثلاث معادلات مع ثلاث مجاهي وهم IA IB IC عن طريق المصفوفة مباشرة أتحصل على قيمة التيار في الماش A في الماش B وفي الماش C ترجمة نانسي قنقر